أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل بي الوحدة السادسة مصادر أهمية المياه المعالجة مياه الصرف الصحي وأنا واصل تسجيل هذا المغاطع لأشارح محطيات هذه الوحدة مساوي المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي بمساوي استعمال مياه الصرف المعالجة إنها تسبب مشاكل صحية إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب وجود أنواع مختلفة من الفيروسات والبكتيريا وغيرها إضافة إلى تركيزات عالية من المواد الكيمية التي لا تتم زالتها في مراحل معاية المختلفة قد تسبب أضرار للنباتات أما في حال استعمالها في تغذية المياه الجوفية وعدم معالجتها بطريقة الصحية فإنه بالإمكان تلوث تلك المياه كما إنها قد تسبب انسداد الشبكات الريع عند استعمالها إذن المساوي نحصرها في حوالي ثلاثة التي هي تسبب مشاكل صحية عند لم تتم معالجتها بشكل صحيح وجيد هناك تركيزات كيميائية يعني بنجد مواد كيميائية عالية التركيز عالية التركيز هذا أهم حاجة عالية التركيز وهذه التركيز العالي يمكن يسبب تسمم بالنسبة للنباتات أو يضرها كثيرا إذا استخدمناه في الزراع إذا لم تعالج هذه المواد بشكل جيد أو تزال النمرة ثلاثة تلوث المياه الجوفية تلوث المياه تلوث المياه وخاصة الجوفية منها إذا تسربت هذه المياه الغير معالجة بالشكل الصحيح إلى المياه الجوفية إذن رأينا هنا مساوي المياه المعالجة حوالي ثلاثة بالرغم من أن لها محاسن ولكن أيضا لها مساوي ومشاكلها الصحية والمواد الكيميائية العالية التركيز الضور النبات وتلوث المياه الجوفية إذا تسربت إلى هنالك ونرى هنا إطلاق بعض المواد الصرف الصحي إذا لم تعالج بشكل جيد في الأنهار فتترك تلوث مياه الأنهار أيضا في هذه الحالة إذا لم تعالج بشكل صحيح يعني قبل معالجتها إذا أطلقناها في الأنهار بهذه الشكل تؤثر على الكائنات الحية تطلق بعض المواد ذات التركيزات العالية مما تضر النبات في حالة تغذية النبات أو الريء أو زراعة النبات بهذه المياه الملوسة وبهذا نصل لهذا المقطع ونستمر في شرح مقاطع أخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر